اشتركوا في القناة وليتكلمنا فيها عن أربع أبواب أساسية في المنهج اتكلمنا في الباب الأول عن تعريف الصحة العامة وقلنا أن تعريف الصحة ليه تعريفين اتنين أساسيين التعريف اللي عرفته منظمة الصحة العالمية وتعريف عام وشامل اتكلمنا في تاني نقطة عن مستويات الصحة بعد كده عن مجالات الصحة والعوامل اللي بتأثر في صحة الفرد داخل المجتمع بعد كده رحنا لحلقة تانية وتكلمنا فيها عن الباب التاني اتكلمنا في الباب التاني على أهم وظائف الطعام والدور اللي بيلعبه الطعام في غزاء الإنسان وخدنا تمن نقطة أساسيين اتكلمنا عن العوامل اللي بتأثر في صحة الفرد وفي الغزاء للإنسان اتكلمنا بعد كده عن العناصر الغزائية بعد كده اتكلمنا عن أهمية الغزاء للإنسان ومؤخرا اتكلمنا عن كل عنصر من العناصر الغزائية اللي المفروض بيتمد الجسم بالطاقة والوقاية وتساعده في تعويض الأنسجة التلفة وتساعده إنه هو يبزل أقصى جهده عن طريق الغزاء بعد كده اتكلمنا عن حلقات مراجعة اتكلمنا فيها عن إزاي شكل السؤال ممكن يجيلك سواء كان أكمل أو صح وغلط أو اخطر من بين الأقواز ما المضطود أو الأسئلة المقالية استكمالا لحلقاتنا السابقة هنبدأ النهاردة مراجعة عامة عن المنهج الأربع أبواب الرئيسيين بداية من الأسئلة للمصطلح العلمي المرة اللي فاتت كنت جايب السؤال ده بشكل آخر وهو وضح ما المقصود بالصحة العامة للفرد قلنا إن الصحة العامة هي حالة من السلامة واكتمال الجوانب البدنية والزهنية والاجتماعية للفرد يعني مش مجرد أوجود أمراض أو عجز أو عهات يعني الشخص اللي عنده صحة كل حاجته سليمة كل أجزئته سليمة زي ما بقوله الجسم السليم في العقل السليم يعني المفروض إن الشخص اللي عنده صحة ما فيش أي حالات عجز أو مرض بيعاني منها يبقى لو قال لي ما المقصود هيقول لي ما المقصود بالصحة العامة للفرد لكن هنا قال لي أذكر المصطلح العلمي جايب لي هو التعريف وأنا المفروض إن أنا بكتب المصطلح ده أو التعريف اللي هو جايبه لي ده بيقصد بإيه تاني حاجة معنا النهاردة وهو تعد أو يعتبر من أكتر عوامل البيئة أثر في تكوين الإنسان ونموه ونشاطه وتجديد خلاياه إيه اللي بيساعدك إن أنت تجدد نشاطك إيه اللي بيخليك إن أنت تبقى قادر على بز مجهود إن أنت لو حصل لك أي كسور أو جروح أو حروق من أي نوع إن أنت تقدر تبزل الطاقة أو تجدد الخلايا دي هو الغذاء أو الطعام بعد كده هننتقل إلى نوع تاني أو نمط تاني من الأسئلة اللي ممكن تجيلك في الامتحان وهو سؤال أكمل العبارات الآتية طبعاً زي ما قلت السؤال مش لازم يجيلك زي ما أنا كتباه بالزبط ممكن أجيبه بصيغة تانية بإسلوب تاني مش شرط إن أنا قلت لك إن ده أكمل يبقى يجي أكمل لأ ممكن يجي صحة وغلط ممكن يجي أخطر من بين الأقويس رقم واحد معنا النهاردة وهو تتمثل في الصحة البدنية وسلامة الحالة العقلية واعتدال الجانب الاجتماعي إيه هي اللي بتتمثل في الحاجات دي اللي يبقى عندك صحتك سليمة حالتك البدنية كويسة الحالة العقلية ما عندكش أي مرض زهني مستوى المعيشي بتاعك كويس المستوى الاقتصادي أو المادي بتاعك كويس مقومات الصحة يبقى مقومات أو مجالات الصحة بتتمثل فيه الحالة البدنية للشخص الحالة الاجتماعية للشخص الحالة الاقتصادية ومستوى المعيشة رقم اتنين كل ما يختص بالتغذية وسلامة أعضاء جسم الإنسان ونضفته والحالة النفسية والصحة الاجتماعية والطب الاجتماعي دي مجال من مجالات الصحة نقولنا ان احنا عندنا اربع مجالات للصحة من ضمنهم مجال الصحة العامة مجال الصحة العامة هو اللي بيختص بكل حاجة بتتعلق بجسم الإنسان ونظفته وسلامته بعد كده رقم ثلاثة النواحي الاجتماعية والطبيعية والبيولوجية اللي بتأثر في الحالة الصحية للإنسان مثل نظافة البيئة المحيطة والضوضاء والتلوث احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت وقلنا ان عندنا عوامل بتأثر في صحة الفرد من ضمن العوامل دي في عوامل داخلية في عوامل خارجية في عوامل بقى طبيعية في عادات وتقاليد في ثقافة في وراسة طيب ايه اللي مسؤول من ضمن العوامل دي عن نظافة البيئة المحيطة بيك التلوث الدوضاء اكيد عامل من عوامل البيئة الخارجية ما لهاش علاقة بالداخلي ما لهاش علاقة بالوراثة يبقى عوامل البيئة الخارجية هي اللي لها علاقة بنضافة البيئة من حواليك لها علاقة بالتلوث لها علاقة بالضوضاء رقم أربعة الصحة المثالية هي نقط أنا ممكن أجيبها لك ما المقصود بالصحة المثالية من مستويات الصحة مستوى الصحة المثالية وضح ذلك مع الشرح طيب لو أنا قلت لك هنا زي ما جاي لك في أكمل الصحة المثالية هي نقط هتقول ان الصحة المثالية دي اعلى درجة من درجات الصحة الشخص فيها ما بيعنيش من اي مرض او عجز تكتمل فيها كل مقومات الصحة لانا لسه ايليها في اول سؤال الحالة البدنية بتاعت الشخص سليمة المستوى الاجتماعي بتاعه مستقر ومستوى المعيشة الحالة الاقتصادية اللي المادة الفلوس اللي بياخدها الراتب لازم يكون مستقر يبقى على قل في زيادة مش في نقصان رقم خمسة تعتبر المواد الكربوهايدراتية والمواد الدهنية من عناصر نقط المرة اللي فاتت كنت ايلي لك من العناصر المسؤولة عن توليد الطاقة الحرارية نقط ونقط لأ هنا انا جبت السؤال بشكل تاني ان المواد الكربوهايدراتية والدهون دي مسؤولة عن ايه او من انهى عنصر من عناصر الغذاء قال لي من العناصر اللي بتديك طاقة لكل اجزاء الجسم وقلنا ان الكربوهايدرات بتنقسم الى نشويات ودهون وان النشويات زي ايه زي الرز زي المكارونة وغيرها وخبز الفطاير اما بالنسبة للدهون قلنا بتنقسم لحكتين الدهون النباتية والدهون الحيوانية زي ايه دهون نباتية قلنا من اصل نباتي زي الزيود بكل انواعها زيت الزتون زيت الدرة زيت عبات الشمس زيت النخيل وغيرها طيب ايه يا بقى الحيوانية قال لي بتيجي من اصل حيواني زي ايه زي الاشطة زي الزبتة وغيرها من المنتجات الحيوانية طيب السكريات زي ايه للي علاقة بالكربوهايدرات السكريات زي المربة زي السكر نفسه زي العسل بانواع وعسل ابيض عسل اصمر وغيرها من المنتجات السكريات الاخرى بعد كده البروتين هو العنصر الخاص بنقاط وانا عندنا عنصر مسؤول عن ان مو بتاعك وبناء الانسجة وتعويض التالف او ما يفقد منها لو انت اصبت بجرح او اصبت بكسر او اي حرق من اي درجة ايه اللي بيخلي خلايا جسمك دي تجدد هو عنصر البروتين وانا البروتين عندي بينقسم برضو الكسمين بروتين نباتي وبروتين حيواني طب البروتين النباتي ده زي ايه قال لي زي البوكوليات بكل انواعها الفول العتس الحمص اللوبيا الفسولية كل انواع البوكوليات المقصرات من ضمن برضو البروتين النباتي وانا عندي خلط بين ان البروتين النباتي اقل لفايدة وكيمة غزائية من البروتين الحيواني وانا المقولة دي طبعا خاطئة وتعتبر خرافة من خرافات الثقافة الغزائية لان البروتين الحيواني لا يقل اهمية عن البروتين النباتي الفايدة بتاعت الاثنين واحدة ولكن يختلفوا فيه الكيمة الشرائية بس الفلوس اللي انت بتدفعها فيها طب البروتين الحيواني زي ايه زي اللحوم بكل انواعها لحم البقر لحم الدقن وخلافه زي الطيور بكل انواعها الاوز الحبام السمان وغيرها زي الاسماج بكل انواعها البولتي البوري الجنباري الاستكوزة وغيرها من منتجات اللحوم الاخرى يبقى انا عندي البروتين النباتي والبروتين الحيواني ده من عنصر النموة والمسؤول عن نموة الانسان وتعويض اي خلايا ممكن يفقدها سواء في كسر او جرح او حروب تعد الفيتامين والاملاح المعدنية من عناصر نقط قلنا ان الفيتامينات والاملاح المعدنية بيقصد بها تنظيم العمليات الحيوية جوى الجسم يعني من مواد الوقاية اللي بتقل جسم من الامراض يعني الشخص ده لو اصاب بمرض زي مرض الانفلونزا اللي هيساعده انه هو يقاوم المرض ده ومسببات المرض ما تأثرش عليه بالطريقة كبيرة قال لي الفيتامينات والاملاح وقلنا يعني ايه فيتامينز ويعني ايه املاح قلنا الفيتامينات زي الف وبيه وجيم وفيتامين سي وغيرها من الفيتامينات لكن الاملاح لا الحديد الكاليسيوم اليود الفوسفور اننا المفهود ان العناصر الغذائية او الوجبة بتاعتي تبقى مكتملة بكل العناصر الغذائية دي الالياف السليروزية بتتمثل في ايه او مسؤولة عن ايه او تعد من انها عنصر قال لي ان الالياف السليروزية هي الالياف اللي مسؤولة عن الكتلة البروزية او مهمة لزيادة الكتلة البروزية وتخليص الجسم من اي فضلات زيادة او اي مواد ضر يعني انا دلوقتي لو اكلت موز او خصة او منجا الحاجات دي كلها فالياف سليروزية الحاجة اللي بيبقى فيها الشعيرات الحاجة دي بتساعدني على الهضم فهتساعد المعدة او العصارة الهضمية ان هي تفرز بالتالي انا لو عندي المعدة وكلت اي وجبة من الاكلات دي سوى خضار او فكة هتساعدني على الهضم هيبقى عندي اي الم او تعب هيخرج في شكل افضلات لو حد بيعاني من الامساج برضو ده هيساعده لو كان من الوجبات اللي بتحتوي على الياف السيريوزية هيساعده في زيادة الكترة البروزية وعدم الشعور بالالم بعد كده تعرف بمواد البناء لسا انا اينا من شوية عنصر البروتين مسؤول عن ايه مسؤول عن النمو لان هنا جبتها بطريقة تانية يعرف بمواد البناء وليه مصدرين النباتي والمصدر الحيواني هيبقى ايه البروتين اللي هو عنصر النمو يبقى السؤال بيجينا ممكن يجينا باكتر من صيغة بس الاجابة بتكون واحدة اخلي بالي من النقطة دي كويس جدا من العناصر الغذائية اللازمة للانسان الفيتامينات والاملاح المعدنية قلنا الفيتامينات والاملاح المعدنية بيقصد بها ايه الوقاية المواد الوقاية اللي بتقل الانسان من الامراض بعد كده فيتامين دال احد الفيتامينات الاساسية لامتصاص الكاليسيوم داخل العذوب طيب الفيتامين دا ممكن احصل عليه منين قال لي من اشعة الشمس اكتر حاجة تقدر ان انت تاخد منها فيتامين دا البعيد عن الادوية والمسكنات والحقن هو اشعة الشمس حاجة طبيعية بس في خلال فترة الصيف يبقى من الصبح الحاد فترة الساعة عشرة او تسعة بالكتير تسعة او عشرة لان بعد فترة الظاهرة يعني بعد الساعة 12 بتبقى في الصيف اشعة الشمس بتبقى شديدة فممكن تأثر عليك بالسل لكن في خلال الشتاء او فصل الشتاء ممكن اتعرض للشمس طوال فترة النهار عادي مفيش اي مشكلة ممكن احصل على فيتامين دا المنين كمان من الحاجة اللي بتحصل عليها او من عناصر الغذائية اللي فيها فيتامين ألف زي ايه زي الكبد وصفار البيض والخضروات والفواكه بانواعها المختلف طيب عندي عنصر اللي هو ملح من الاملاح المعدنية بيقصد به الكاليسيوم الكاليسيوم ده من الاملاح المعدنية مهم الايه قال لي مهم لمتانة العزوم والاسنان دايما للسيدة الحامل او المرض عنقولها ايه شربي لبن كتير خد الحاجات اللي فيها الكاليسيوم كتير علشان الطفل وهو لسه جانين في بطن الام بيمتص منها الكاليسيوم والحديد لو هي اهملت فيه العنصرين دول الطبيعة تلاقي اسنانها بتقعت تلاقي مشاكل في اللسم مشاكل في الاسنان العظم بتاعها بيقصر هتلاقي عندها مش قادرة تتحرك عشان كده ان عنصر الكاليسيوم سواء اللبن او منتجات الالبان مهم جدا لمتانة العزوم ودي الاسنان طيب من الاملاح المعدنية برضو اللازمة للانسان هو عنصر الحديد عنصر الحديد ده بيمنع حدوث ايه قال لي بيمنع حدوث الانيميا وقلنا مرض الانيميا ده مرض خطير جدا لان الشخص لو اهمله ونسبة الانيميا بقت اقل من 6 ده هيوصل الشخص انه هو يصاب بعجز وممكن يصاب بحالة وفاة لقدر الله يبقى انا لازم اخد الحاجات اللي موجود فيها الحديد زي ايه ايه الوجبات او الاغذية اللي ممكن تحتوي على عنصر الحديد زي البزنجان ده بيحتوي على عنصر الحديد ايه تاني زي الكبدة وغيرها من الاطعمة اللي الشخص بيقدر انه هو يتناولها عشان يعوض النقص في عنصر الحديد طيب عندنا بعض الاملاح المعدنية برضو ان هي لو نقصت في جسم الانسان بيصاب بامرات كتيرة امرات خطيرة زي ايه زي عنصر اليود كل املاح المعدنية لو قلت او حتى الفيتامينات لو قلت بتأثر بالسلب على صحة الفرد داخل المجتمع طيب عنصر اليود او ملح اليود ده لو نقص ايه اللي ممكن يحصل لي قال لي هيحصل لي تجحص في العين يعني ايه تجحص في العين هلاقي العين بتبرز لبرا من ان انت ما اخدتش كفايتك من اليود او عنصر اليود عشان كده قال لي ان شركة الناصر الملاحات بدأت تعمل الملح فيه بتاعها تحط فيه عنصر اليود عشان كده بينصحوا ان احنا نجيب الملح من الشركة دي بالزيد طيب ايه تاني ممكن يحصل لي قال لي اختلال في درجة حرارة الجسم هتلاقي الشخص شوية بردان وشوية الحرارة بتاعته بتعلى شوية بتقل مش مستقرة هيحصل له ايه تاني قال لي برضو من اعراض نقص اليوت في جسم الانسان هيلاقي تضخم في اللسان سمك في الشفتين تلاقي الشفة بتاعته مجحلزة او كبيرة عن الحجم الطبيعي بتاعها يبقى انا لازم اي عنصر من العناصر الغذائية او من الاملاح المعدنية او الفيتامينات لازم اخد منها السعرات الحرارية اللازمة لي التغذية بتاعت جسمي عشان ما اصبش باي مرض سواء بازديادة الحاجة دي عن حدها او بنقصها فيتامين الف يوجد في الكبد وصفار البيض ويساعد في نقطة ونقطة ونقطة انا لو اخدت فيتامين الف ايه اللي ممكن يحصل لي من الفيتامين ده ده طبعا بيدل على الاهمية بتاعته وليس اعراض نقصه اعراض نقصه هتقولي عكس الكلام اللي موجود بيساعدك في ايه فيتامين الف هيساعدك في النمو سواء كان في الطول او في الوزن بالشكل الطبيعي زي الجنين في رحم الام بيبقى عبارة عن نطفة لسه 6 جرام كتعة الدم بعد ما بينزل في اليوم بتاع الولادة بيبقى من 2.5 ل 3 كيلو جرام ده الوزن المثالي بتاع الطفل بعد ما بيتم عامه الاول بيوصل الى 9 كيلو جرام والطول بتاعه بيبقى 75 سنتيمتر لو حصل غير كده الشخص ده او الطفل ده المفروض انه بتحط في حضانة عشان نموه يكتمل لكن الام لو تغذية تغذية سليمة خلال فترة الولادة بتاعتها او هي لسه حامل الطفل ده هيساعده في النمو تاني حاجة ايه عدم جفاف الجلد لو انت خدت الكمية الكافية او السعرات الحرارية من فيتامين الف هتشعر بان ملمس الجلد بتاعك ناعم وبالزاد لو قدرت انت شرب مياه كتير حس ان هو رطب ملمسه كويس مش مفهوش خشونة مش تحس ان الجلد بتاعك جاف لا طبعا يمنع تساقط الشعر طبعا كل الناس دلوقتي بتعاني من تساقط الشعر الصلاع الوراسي الصلاع المبكر الشيب كل ده اللي بيعالجه فيتامين الف احسن من ان انت تتناول ادوية ومسكنات او تتناول حقا بتحصل على الفيتامين لا انت ممكن تاكل الاكلات الغذائية اللي هتقدر تفيد جسمك بالشكل الطبيعي والسليم ومش هتدرك على المدى الطويل طيب لو انا قلت عكس السؤال هنا قلت من اعراض نقص فيتامين الف نقط ونقط ونقط هتقول لي عدم الكدرة على النومه بالشكل الطبيعي يؤدي الى جفاف الجلد عدم رطبته هيؤدي الى تساقط الشعر بكمية كبيرة السؤال اللي معينا بعد كده ضع علامة صح او علامة خطأ ممكن اجيب لك في الامتحان السؤال ده مع التصحيح يبقى حضرتك هتضطر تقول لي ايه الاجابة الصح لو هي موجودة عندك خطأ اول نقطة معي النهاردة وهي الصحة الميثالية احد مستويات الصحة التي يعاني فيها الفرد من المرض اظن السؤال شارح نفسه بيعاني من المرض استحالة طبعا تكون صحة مثالية احنا لسه معرفين الصحة المثالية في سؤال من اسئلة اكمل عبارات الائتية قلنا ان هي اعلى درجات الصحة بتكتمل فيها كل مقاومات الصحة يعني الشخص ده حالته البدنية سليمة الشخص ده مستوى الاجتماعي سليم الشخص ده حالته الاقتصادية مستقرة ومستوى المعيشي بتاعه كويس يبقى الصحة اللي بيعاني فيها الشخص من المرض هي الصحة او الحالة المرضية ان الشخص ده خلاص وصل لمرحلة العجز او المرض اتمكن منه سواء كانت اعراض المرض دي ظهرة عليه بينه او كمنا مش ظهرة عليه بس هو حاسس بيها السؤال التاني فيه صحة او خطأ العادات والتقاليد والثقافة هي احد العوامل اللي بتأثر في الحالة الصحية للافراد في المجتمع ايوة طبعا احنا قلنا عندنا كما عامل من العوامل اللي بتأثر في صحة الفرد عندنا عشر عوامل من ضمنهم العامل بتاع العادات والتقاليد والثقافة طب يعني ايه عادات وتقاليد والثقافة قال لي عند تقوس كده بالذات في الشعب المصري واغلبية الشعوب العربية بعد الاكل على طول يبدأوا يشربوا الشاي كمشروب اساسي قلنا طبعا ده خطأ المفروض ان الشاي ده من المنبهات اللي بتقصر الانيميا داخل الجزء فالمفروض ان انا اشربه بعد الاكل بساعتين فده طبعا مش معناه ان انت ما تشربوش خالص لان زي ما له فايدة له اضرار زي القهوة ممكن تعمل رواصب على الكلاه ممكن تعمل اضرار على المدى البعيد لكن برضو ليها فايدة يبقى كل حاجة لو زادت عن حدها بيبقى ليها ضرر لكن لو بشربها في المعقول وبالطريقة الصحيحة هقدر استفيد من الفايدة بتاعتها يبقى الاجابة هنا صحيحة لان العادات والتقاليد والثقافة لها فعلا اثر في صحة الفرد زي الوراثة زي البيئة الداخلية زي عوامل البيئة الخارجية زي المستوى الرعاية الصحية كل دي من العوامل اللي بتأثر في صحة الفرد تالت نقطة معنا من مجالات الصحة العامة الذي يشمل رعاية الاطفال والمسنين والحوامل هو المجال العام طبعا خطأ احنا قلنا عندنا كم مجال من مجالات الصحة اربع مجالات ايه هم الاربع مجالات بتوع الصحة عندي اللي هو المجال العام عندي مجال اللي هو رعاية الأطفال والمسنين عندي مجال مكافحة الأمراض والأوبئة أو الحاجة للتفايديات اللي ممكن تأثر علي طيب من ضمنهم أول حاجة مجال صحة البيئة مجال صحة البيئة ده مسؤول عن إيه؟ عن مكان اللي انت عايش فيه الميال اللي انت بتشربها إزاي تتخلص من الكمامة ونعرف الأربع مجالات دي الوقت في شكل مقارنة بالتفصيل لكن الإجابة هنا طبعا هتبقى مستوى رعاية الأطفال والمسنين اللي هم الأشخاص اللي أنا أقول حوامل برضو اللي أنا صحة الفرد داخل المجتمع يبقى هنا الإجابة هتبقى صحة الفرد والجامعة اللي هو المجال بتاعي للإجابة الصحيحة بعد كده من النواحي التي يلعب فيها الطعام دور رئيسي في حياة الإنسان هي القوة العقلية والقدرة على التعليم أيها طبعا صح أنا قلت عندي بعض من النواحي اللي ممكن تأثر في حياة الإنسان أو بيلعب فيها الطعام دور رئيسي في حياة الإنسان زي الكوى العقلية والقدرة على التعليم زي التناسل والتغذية زي علاقة النمو بالغذاء زي علاقة الصحة بالغذاء زي النواحي الاجتماعية والسلوكية زي مقاومة التفايليات مقاومة الأمراض وعلاقتها بالغذاء كل دي نواحي بتأثر على أو بيلعفها الطعام ذو الرئيسي في حياة الإنسان بشكل أو بآخر يبقى الإجابة هنا هتكون صحة بعد كده تؤثر كمية الغذاء اللي بتناولها الفرد على الحالة النفسية من حيث الفرح أو الحزن طبعا صح أنا قلت إن حالتك النفسية أو المزاجية بتأثر على كمية الغذاء اللي انت بتاكلها وده طبعا على اختلاف هرمونات الجسم وعلى اختلاف شخص الآخر في ناس على سبيل المثال لما بتكون فرحانة ومبسوطة تقعد تاكل منكتر فرحة في ناس على العكس لما بتحزن بتاكل كتير معنى كده إن نحالتي النفسية بتأثر على الأكل وكميته اللي أنا بتناولها بتأثر كمان على نوع الطعام في ناس تلاقيها تاكل سناكس تشرب مشروبات غذائية الناس على العكس تبدأ تاكل الأكلات المفيدة والصحية اللي بتعتمد على العناصر الغذائية المكتملة اللي هتقدر تبني الجسم بتاعهم سادس نقطة معينا العناصر الغذائية الخاصة أو التي تتعلق بتوليد الطاقة الحرارية في جسم الإنسان هي الفيتامينات والأملاح المعدنية طبعا علاقة خطأ دلوقتي اللي عبارة دي خاطئة لسألينها في صح وغلط وقالينها في أكمل قلنا إن الفيتامينات والأملاح المعدنية مسؤولة عن الوقاية بتنظم للعمليات الحيوية داخل جسمي بتاكل الإنسان من المرض يعني لو أصبت بأي مرض لو أنا خدت فيتامين سي هعالج البرد لو أنا عندي نقص فيه فيتامين دي هاخده من الشمس وهكذا طيب بالنسبة بقى للعناصر الخاصة بتوليد الطاقة الحرارية زي إيه زي الكربوهيدرات وزي الدهون دي اللي تمديني الطاقة إن أنا أبزل مجهود علشان أقدر أشتغل علشان أقوم بالشغل بتاعي على أكمل وجه في المستوى الطبيعي اللي أنا بقوم به يبقى الكربوهيدرات والدهون هي اللي توليد الطاقة الحرارية داخل جسم الإنسان ننتقل بعد كده للأسئلة المقالية أول سؤال معنا النهاردة هقولي وضح بالشرح مستويات الصحة المختلفة للحالة الصحية للإنسان الشكل ده بيوضحها يعني بيقول لي إن هم أربع مستويات الصحة المثالية الصحة الإيجابية الصحة المتوسطة الحالة المرادية هو قال لي وضح بالشرح ما قال ليش أسكر لو قال لي أسكر هكتبها واحد اتنين تلاتة أربعة وهسكت لكن أنا قال لي وضح بالشرح أول واحدة معنا النهاردة وهي الصحة المثالية إيه الصحة المثالية قال لي أعلى درجة من درجات الصحة الشخص بتكتمل فيه كل الجوانب حالته البدنية كويسة وسليمة جسمه سليم ما بيعنيش من أي مرض مستوى المعيش مستقر عايش في أسرة مستقرة ما فيش خلافات ما فيش طلاء ما فيش أي مشاكل أسرية ممكن تأثر على صحته أو حالته المزاجية المستوى المادي بتاعه والاقتصادي مستقر ما بيعنيش من مرض ما بيعنيش من أي عجز من أي نوع ما فيش أي مرض ممكن يؤثر عليه الصحة المثالية أعلى درجة من درجات الصحة بتكتمل فيها كل جوانب ومقاومات الصحة سواء الحالة البدنية اجتماعية اقتصادية نفسية حالة ذهنية ما فيش مرض ما فيش عكس عنده قدرة على انه هو يقاوم اي مرض تاني حاجة وهي الصحة الايجابية هي ايجابية يعني ايجابية الشخص ده عنده قدرة انه يجي اي مؤثر بي اي ضغط نفسي انا حالة المزاجية مش كويسة عنده قدرة انه يواجهها بس ما بيحصلش او ما بيظهرش عليه اي اعراض مرضية انا ما بتشوفه كانت حاسة انه هو سليم بس هو من جواه متضايق نفسيا حاجة مؤثر عليه بس هو عنده القدرة انه هو يقدر يواجهها يبقى الاجابة هنا هو مستوى الصحة اللي بيتيح للفرد داخل المجتمع القدرة على مقاومة اي مؤثر بي اي ضغط نفسي وفي الوجه المعتاد او في الشكل الطبيعي هو شخص ما بيعنيش من مرض او ما بتظهرش عليه الاعراض تالت نقطة وهي مستوى الصحة المتوسطة يعني ايه مستوى الصحة المتوسطة قال لي مستوى من مستويات الصحة الفرد في المجتمع مش قادر انه هو يقوم مسببات المرض وانه يعني ايه مرض يعني ايه مسبباته المرض الانفلونزا مسببات المرض العراض اللي بتظهر عليك سواء رشح سواء دمع عين سواء مثلا ارتفاع درجة حركة اللي دي اعراض اسمها مسببات المرض يبقى انا في المصحة المتوسطة مش قادر اقوم مسببات المرض وليس المرض نفسه طبعا في الظروف المعتادة الناس شايفة ان انا سليم بس هما شايفين علي الاعراض بس ما بتبقاش شديدة ننتائن لاخر نقطة مستويات الصحة هي الحالة المرضية المرض تمكن منك ممكن يوصلك لوفاء او يوصلك لعجز يعني ايه ممكن الاعراض دي يبقى ظهر علي واننا شايفاها وممكن الاعراض دي يبقى كمنة في جسم الحالة المرضية الشخص عينة من المرض والمرض تملك منه سواء كانت الاعراض دي كمنة او كانت ظهرة وممكن يتطور المرض ويتمحور ان يوصلك لعجز او وفاء وضح الفرق بين عوامل البيئة الداخلية والخارجية التي تؤثر في الحالة الصحية لأفراد في المجتمع هي إيه العوامل دي؟ قال لي العوامل دي من العوامل بتأثر في صحة الفرد اللي أنا قلت عليها الوراثة بيئة داخلية بيئة خارجية عدد وتقاليد مستوى رعية الصحية مستوى اجتماعي مستوى اقتصادي إيه بقى الفرق بين البيئة الداخلية وبين البيئة الخارجية قال لي البيئة الداخلية أعضاء جسمك زي إيه؟ زي القلب زي الرئتين لو اي حاجة من اعضاء جسمك دي اتأثرت لو جالك مشكلة في الرقة هتلاقي المشكلة بعد كده تدرجت للجهاز التنفسي دخلت على الجهاز الهضمي هيحصل لك مشاكل لو انت ما قدرتش تعالج السبب الرئيسي او ما عرفتش ايه هو السبب الرئيسي للمشكلة الاولانية هتلاقي ان حالتك الصحية هتبدأ تتدور جهاز بعد الاخر من اعضاء الجسم طيب اما هي البيئة الخارجية خلاص خارج جسمك اللي حوامل البيئة المحيطة بيك ازاي التلوث انت لو شفت اي مكان فيكو ماما هتتأثر بيه سواء هيصاب بالمرض او ان انت هتتأثر عن طريق النظر هتبقى شايف حاجة مش كويسة مش عجباك مش مقز منها تاني حاجة الدوضاء تلوث سمعي ممكن لو الدوضاء ده عالي عن الحد الشخص بيصاب بتعف سمع ممكن اللي قدر الله لو زادت عن حدها قوي يصاب بتطرش ما عادش هيسمع تاني يبقى عندنا التلوث عندنا الدوضاء البيئة البيولوجية اللي محيط بيها باي طريقة او باخرى اللي البيئة الخارجية اللي موجودة في الطبيعة من حوالك بعد كده قارن بين مجالات الصحة العامة السؤال هنا ممكن يقول لي اسكر مجالات الصحة هتقول لي مجال صحة البيئة اتنين صحة الفرد او الجماعة تلاتة مكافحة الامراض المعدية اربعة المجال العام وهسكت تو وضح بالشرح هتبدأ تشرح لي كل نقطة من دول طب كارن كارن الفرق بينها وبين وضح بالشرح ان انا بدل كارن يبقى لازم واجه مقارنة لازم جدول وخلي بالي من نقطة دي لان حضراتكو لما باجي اقول وضح بالشرح وقول كارن حضراتكو بتخلطه بين الامرين بدل كارن لازم جدول علشان ما تنقص نص درجة او درجة انت اولى بيها هترجع تقول انا نقصت ازاي منحلل السؤال صح لأ حضراتك حالة صح ومش عامل لي وجه المقارنة بين كل نوع منهم اول مجال عندي مجال صحة البيئة مجال صحة البيئة مسؤول عن ايه المسكن اللي انت قاعد فيه اول حاجة المسكن لازم المسكن يكون جيد التهوية تدخله اشعات الشمس علشان اغير من الطاقة اللي موجودة عندي في البيت لو فيه اي مشاكل في حد تعبان لازم اغير فيه التهوية ادخل اشعات الشمس اغير فيه المنزل نفسه لازم يبقى على عدد الاشخاص مجيش ابقى عندي ست سبع اشخاص في الاسرة وعندي اهضم قاعدهم فيها طبعا ده كله خطأ تاني حاجة توفير المياه الصالحة للشرب مجيش مية مجاري او مياه قبار واقول ان دي مياه صالحة للشرب لا لازم المكان اللي انت موجود فيه وعايش فيه يتوفر له مياه صالحة للشرب الكمامة او الفضلات اللي انا بعايز اتخلص منها لازم اتخلص فيها في المنبع بتاعها او المكان الصحيح بتاعها اكافح اي حشرات ممكن تسبب لي امراض من حوالي لو فيه اي تلوز في اي ضوضاء ابدأ ان انا اقضي عليها لو بعمل مدينة جديدة او تخطيط له الكرة والمدن لازم ازودها بكل المرافق الاساسية البنية التحتية البنية الفوقية فيها مكان للرعاية الصحية فيها مدارس للتعليم فيها جامعات اي مدينة جديدة او اي قرية جديدة لازم يبقى فيها كل المرافق ده بالنسبة لأول مجال ومجال صحة البيئة تاني مجال صحة الفرد او الجماعة من اسمه فرد يبقى الناس اللي عايشة جوه البلد او جوه المجتمع يتكون من اطفال مقوم من بالغين مراقين مقوم من حوامل مقوم من كبار السن الناس دي كل واحد فيهم وليه طريق التغذية لازم اننا امشي عليها لازم الحوامل لازم اقطر اوي من عنصر الكاليسيا من الحديد خلال فترة الولادة الاطفال لازم اهتم بالتغذية بداية اول يوم من الولادة وخاصة بعد اتمام العام الاول لازم ادخل اطعامة خارجية بعيدة عن اي مواد حفظة لازم ابعده عن الكلام ده بعيدة عن مواد غزية كبار السن لازم اديهم الحاجة لتأول عظام الكهولة بتبدأ العضلات عندي تضعف العظام تضعف الاسنان تضعف لازم ادي فيتامينز لازم ادي كاليسيوم لازم ادي حديد عشان اقول حاجة دي والشخص يقدر يقاوم طيب بالنسبة لتالت مجال وهو مجال مكافحة الامراض المعدية يعني ايه امراض معدية زي زمان كان عندي مراض الدرن ومراض السل والامراض اللي كانت منتشر زمان ازاي اقدر اكفحها اخد الاجراءات الوقائية والاحترازية اشوف الدولة ممكن تعمل ايه لو انا مريض في حاجة اسمها عزل في حاجة اسمها تحسين في حاجة اسمها وقاية من المرض زي مرض العصر اللي احنا متعايشين معاه حتى وقتنا هذا ومرض الكورونا الدولة قالت ان في اجراءات احترازية لازم مامش عليها ارتداء الكمامة ارتداء الكفازات عشان اقلل من المرض ماينتشر بسرعة كبيرة طب لو الشخص خلاص وصله المرض وينتشر في جسمه اعمل حاجة اسمها عزل حتحصين لفترة معينة لمدة ثلاث اسابيع وفي حاجة بعد اسمها فترة نقاها برضو لازم يبقى مرتدي الكمامة يستخدم العام المجال العام ده مسؤول عن ايه قال التربية البدنية الشخص نفسه جسمه وزقفه وخلايا الجسم بتاعته برضو الدولة لازم تزود من الرقعة الزراعية بتاعتها من حاجات المزارع السماكية عشان تتناسب مع عدد السكان اللي موجودين او عايشين داخل المجتمع يبقى عندي كم مجال من مجالات الصحة اربعة ايه هما المجالات دي اول حاجة صحة البيئة رقم اتنين اللي هو مجال صحة الفرد او الجماعة رقم تلاتة وهو مكافحة الامراض واخيرا المجال العام بعد كده من النواحي التي يلعب فيها الطعام ده الرئيسي في حياة الانسان النواحة اجتماعية والسلوكية ممكن اجيب لك السؤال بطريقة تانية اذكر العوامل او النواحي اللي بارفت عام ده الرئيسي في حياة الانسان اذكر يبقى تكتب لي العشر نقاط الاساسية بتاعتك النواحة الاجتماعية والسلوكية الصحة بالغزاء علاقة النمو بالغزاء التناسل والتغزية مكافحة الامراض والتغزية مكافحة الطفاليات والاغزية وغيرها طب هنا ذكر لي واحدة بس عايزنا شرحها وهي النواحة الاجتماعية والسلوكية انواحة الاجتماعية والسلوكية قال لي في الاحتفالات الشخصية والوطنية بتاعتنا لي الشخصية زي ايه اعياد الميلاد زي حفلات الزفاف حفلات الخطوبة زي الوفاء حالات الوفاء بنعمل فيها اكل ويشرب وبندعو الناس ان هم يكلوا او بنعزمهم على الاكل طيب في الاحتفالات الوطنية زي العيد القومي زي مثلا مر مثلا على احتفال تاني زي عيد تحرير سينة مش عارفين ناس بتقولك اتعلم احتفل بالاعيات دي نعمل بوفي مفتوح نروح نتفسح يبقى سواء كان عيد وطني او عيد شخصي او احتفال شخصي بندعو بعض للطعام وانا ان زمان كان الرجل بيحظى باكبر قدر من الغذاء على الصفرة عشان زمان كانت الاولوية للرجل على الصفرة بتاعت الطعام كمان كمية الغذاء اللي انت بتاكلها بتأثر بنوعه وكميته انا حالتي النفسية سواء فرحون او حزين بتتأثر بالاكل اللي انا باكله هاكل قد ايه على حسب حالتي النفسية سؤال بعد كده اسكر مثال يوضح الدور اللي بيلعب فيه الطعام دور رئيسي من حيث الكوة الجسمية ما قاليش وضح بالشرح علاقة الكوة الجسمية بالغذاء ما قاليش من النواحي او اللي بيلعب فيه الطعام دور رئيسي النواحي كذا قال لي اسكر مثال هنا بدل اسكر مثال يبقى انا لازم اعرف بس نبزة مختصرة يعني ايه كوة جسمية على كتب الغذاء وابدأ ادي فور اكزامبل على الموضوع ده الكوة الجسمية من اسمها السعرات الحرارة اللي دخلها جسمي التغذية المفروض اخدها او الكالوريز المفروض اخدها خلال اليوم بتاعي لها تأثير مباشر وسريع على الكوة الجسمية وقدرتي على بزل المجهود زي ايه يعني انا مثلا كطبيب هل هبز المجهود زي الطالب اللي بيروح المدرسة وبعدين يروح البيت يعمل واجبه خلاص زي رجل مرور اللي واقف طول النهار في الشارع زي عامل البناء اللي طول النهار طالع شاي للأسمنتة او شاي للطوب وغيرها زي مثلا المدرس اللي واقف على رجله وبقلص شغله او اللي بيشتغل وظيفتين لا طبعا كل واحد بياكل كمية الغذاء اللي بتتناسب مع المجهود البدني اللي هو بيقوم به طيب ايه هو المثال اللي بيثبت الكلام ده اللي جابوا بعض التلاميذ في امريكا قسموهم لمجموعتين المجموعة الاولى عشان يعرفوا التحصيل الدراسي بتاعهم او التغذية ادوهم كبايتين من العصير بجانب الوجبة عما لهم وجبة اساسية في المدرسة قالوا لهم خدوا كبايتين عصير بجانب الوجبة دي وقاموا ايليا للمجموعة التانية لأ انتوا اتقلوا وجبتكم بس كالمعتاد مش هنديكم كبايتين عصير وبعد كده في نهاية اليوم الدراسي جابوا المجموعتين علشان يشوفوا التأثير عليهم شكله ايه لقوا ان الاتنين او المجموعة الاولى اللي هم اديهم عصير البرتقال كان عندهم نشاط عندهم كدرة على التحصيل الدراسي اكتر مكومة للاجهات يقزين لكن اللي خادوا الوجبة بتاعتهم لقوا عندهم خمول وعندهم كسر ومش قادرين يكملوا اليوم والتحصيل الدراسي بتاعهم كان قليل جدا مش قادرين يركزوا بالكدرة الكافية معنى كده اننا المفروض ان الوجبة الغذائية بتاعتي وخاصة للاطفال بداية من سن الولادة حتى المراكة لازم التغذية بتاعتي تبقى تغذية سلمة بعد كده وضح بمثال برضو علاقة النمو بالتغذية النمو والتغذية نمو يعني انا بنمو ازاي سواء طولي او وزني ادى مثال قال لي ان وزن الطفل زي ما انا لسه قيلة من شوية بيبقى نطفة لسه 6-7 جرام قطع الدم بعد كده لما يتولد بقى 2.5-3 كيلو جرام بعد العام الاول 9 ده بيحصل من ايه من التغذية بتاعة الام لما بيبقى لسه جنين بعد كده مرحلة الرضاعة الطبيعية بعد العام الاول لما ابدأ ادخل وجبات واغذية للطفل في العام الاول من العمر بتاعه طب ايه المثال اللي انا احطه في المجال ده عشان يفهمني او يأكد لي على السؤال بتاعي قال لي جنب في باريس جابوا برضو مجموعتين من الطلبة او التلاميذ قسموهم لمجموعتين المجموعة الاولى ادوهم كبيتين من اللبن ومدة 6 شهور والمجموعة التانية مدهمش حاجة ادوهم الوجبة بتاعتهم بس لقوا ان في الطول والوزن نسبة الاناس كانت برقم 40% والاولاد خمسة سوري الاولاد هم اللي 40 والبنات 65% من حيث الوزن من حيث الطول بتاعهم كانوا وصلوا للوزن المثالي بتاعهم كمان لما جم يشوفوها على الاطوال في جمهورية مصر العربية لقوا ان الوجه البحري في الطول والوزن غير الوجه الابلي غير جنوب سي وغيرها من محافظات الجمهورية والمناطق اللي موجودة حتى بين المدن والكرة يعني مدينة موجود فيها عدد من الكرة جوه نفس المحافظة بيختلف في الاطوال والاوزان وده طبعا بيرجع الى القيمة الغذائية والعنصر الغذائي والطعام اللي بيتناولوا الفرد او الطفل داخل المجتمع بعد كده من العوامل الاجتماعية اللي بتأثر في غذاء الانسان العامل النفسي والعامل الثقافي يوضح ذلك العامل النفسي قال للمقصود بي ان العوامل النفسية اللي بتأثر على الفرد لها دور كبير جدا في غمية الغذاء لها دور في الفرح والحزن زي ما انا قلت عندي اشخاص لما بتفرح بتاكل كتير وعلى العكس لما بتحزن بتاكل كتير انت لو ماشي في الطريق جنب مطعم وشميت ريح الطعام كويسة حتى لو انت مش جعين زي ما بنقولها كده في الطريقة المعتادة انا ريقي جيري على الاكل عشان بس الحسة الشم بتاعتك شمت حاجة رحتها تلاقي نفسك دخلت المطعم علشان تشوف او تاكل الاكلة اللي انت شميت رحتها لان خلاص انت خلاص اديتك احساس وشعور حسة الشم للمخ بتاعك بالطبيعي ادى المخ اشارة للعيب علشان يبدأ يتزوق الطعام هيدي اشارة ليه المعدة عشان تفرز العصارة الهضمية بتاعتها والصفروية عشان اقدر اكل واستمتع بلزة في الطعام اللي انا باكله بعد كده بتفرز بشكل اخراج للفضلات ده اللي هو عملية التمثيل الغذائي من هضم وامتصاص وبلع وتزوق ليه الطعام بتاع عالعكس لو انا جعان جدا وهموت مجوع وماشي شميت ريحة مش كويسة من الاكل هاكل قالك من كتر جوعك لو انت اكلت عشان انت جعان هتضطر تصاب بقلم في المعدة امساك لكن انت في الحالة الطبيعية هتقول لا انا خلاص زي كنت جعان وتسدت نفسي ليه لان انت شميت ريحة مش كويسة من الاكل الموجود قدامك يبقى ان العامل النفسي له اثر كبير جدا في كمية الغذاء اللي انت بتاكلها طب هل البرزنتيشن او طريقة التقديم كمان بتأثر على كمية الغذاء ايوة طبعا لو انت قدامك شكل الطبق كويس طريقة التقديم ونوع الخدمة اللي بتتقدم لك طبعا الطبيعة تلاقي نفسك بتاكل حتى لو انت مش جعان او تلاقي نفسك كلت الطبق كله حتى لو انت شبعتها تقعد تاكل علشان شكل الطبق كويس طريقة التقديم كويسة وده طبعا على العكس طيب بالنسبة بقى للعامل الثقافي العامل الثقافي ليه الخرافات الثقافية لأنا لسه قيلة أن في ناس بتفربط بين البروتين النباتي والحيواني بيقولوا أن البروتين النباتي أقل كيمة غذائية وفايدة من البروتين الحيواني لا طبعا البوكوليات والمكسرات والخضار والفكهة لا يقلوا أهمية عن اللحمة والفراخ والدجاج والطيور والأسماك وغيرها هم هم نفسهم الكيمة الغذائية ولكن تختلف في الكدرة الشرائية يعني في الفلوس اللي انت بتدفعها عشان تشتري الوجبة دي طب أنا عشان أحل الموضوع ده أعمل إيه قال لي لازم أعمل منشورات أقدمها علشان التوعية داخل المدارس أعمل برامج تعليمية في الإزاعة أو في التلفزيون أعمل كتب بتنشر الثقافة اللي موجودة عندي دي أنشر في المجلات أنشر في الجرايط أنزل بنفسي توعية داخل المدارس أعمل مادة تدرس من ابتدائي لحد الجامعات عن علم التغذية وقتص وخاصة في مدارس البنات ليه؟ لأن البنات هم أساس التنشأة الأسرية بتكون ربة المنزل حتى لو شغالة هي أساس التغذية السليمة سواء لرب الأسرة أو للأطفال والتنشأة اللي هي جايباها يبقى أنا لازم المادة دي تدررس من ابتدائي لحد كليات وخاصة كليات الاقتصاد المنزلي والخدمة الاجتماعية والحاجة اللي لها علاقة بالغزاء طيب بعد كده للغزاء أهمية كبرى للإنسان لسد حاجة الجوع طبعا دي أهمية الغزاء قلنا الغزاء مهمة لسد حاجة الجوع لأنه بيشعر الإنسان بلزة في تناوله لأنه بيعمل مواد ما بيستطاعش الجسم إنه هو يكونها بنفسه بيقي من الكثير من الأمراض بيعوض الأنسجة التلفة بيكافح الأمراض والأوباء المعدية وغيرها من الأهمية الأخرى هنا بيسألني في حاجة واحدة بس هل الغزاء ده مهم لسد حاجة الجوع؟ أيوة طبعا أنا دلوقتي عمري ما هبص لأي وجبة أو أي طبق في أك إلا إذا أنا كنت جعين يبقى هنا لسد حاجة الجوع لأن الشخص أو الفرد في المجتمع بيبدأ يروح للأكل أو للطبق عندما يشعر بالجوع يفضل يأكل لحد ما يشعر بالشبع وتمتلق معدته طب الإجابة هنا تكون إزاي؟ الإنسان لا يستطيع أن يعيش بدون طعام الفرد بيأكل من مرة إلى مرتين في اليوم حتى يشبع وتمتلق المعدة بتاعته النقطة اللي بعد كده كيف يساعد الغزاء في تعويض الأنسجة التالفة للجس أنا دلوقتي عندي أنسجة تلفة ممكن تتلف بسبب إيه؟ بسبب الجروح بسبب الكسور بسبب الحروب طب أنا لو قصرت لو جال الكرح جالت أمزك لقدر الله أي حاجة من الحاجات دي إزاي بقى الحاجة دي توصل لوضعات طبيعي أو الجرح دي التأم أو الحرق ده تتجدد خلايا الجس قال لي عن طريق الأكل اللي أنا باكله بجانب طبعا الأدوية والحاجات اللي ممكن تساعد على رطوبة الجلد بس الهدف الأساسي أو الوسيلة الأساسية اللي هتساعدني على التقام الحاجة دي بسرعة هو الأكل بتاعي الذي يحتوي على العناصر الغذائية المتكاملة يبقى بيقوم بتعويض الأنسجة التلفة سواء كان في حالة القصور أو الجروح أو لو حصل لك أي حرق عن طريق بناء الأنسجة اللي ممكن تصلك عن طريق الكلام ده موجودة في إيه؟ في العناصر الغذائية سواء كانت البروتينات بمصدرها الحيواني والنباتي سواء كانت الكربوهيدرات سواء في النشوية أو السكريات سواء كانت في المواد الدهنية زي الزيوت بأنواعها النباتية والحيوانية سواء عن طريق الفيتامينز أو الأملاح المعدنية أو المية اللي لازم استخدمها عشان عنصر حيوة تجديد خلايا الجسم بعد كده ننتقل لنوع تاني من الأسئلة أذكر أعراض نقص اليوت في جسم الإنسان لو أي ملح من الأملاح المعدنية أو أي عنصر منها قل في جسمك أو إيه هي أهميته أهميته عكس طبعا الضرر اللي بيقوم بي أو أعراض الناس هنا عايز مني أعراض ناص اليوت أول حاجة تجحز العيون يعني تلاقي العين بتاعتك طلعت لبرة من قلة عنصر اليوت في جسم الإنسان تاني نقطة اختلال درجة حرارة الجسم شوية تلاقي نفسك بردان شوية تلاقي نفسك حران مش شوية تلاقي نفسك بتعرق وهكذا ثلاثة هيزيد من حجم اللسان تلاقي حجم اللسان بتاعك مش هو الطبيعي وده هيلحظه كتير جدا من أصدقائك والناس القريبين منك الشفاتين بتاعتك هتلاقيها بدأت تبقى سميكة هيحصل جفاف في الفم تحس كأنك عطشان وعايز تشرب مية على طول هتحس إن العظم بتاعك مش بيامه بالشكل السليم مش هتكتمل اللسة والأسنين بتاعتك برضو مش هتكتمل عندك يحصل تخلف عقلي أو بلاها مش هيبقى عندك قدرة على التركيز مش هتعترف تتصرف صح فيه أو تاخد القرار المناسب في أي مشكلة ممكن تتعرض لها ايه كمان ممكن يؤثر عليه عنصر اليود تأخر نمو الأطفال هتلاقي إن الطفل في خلال مراحلة العمرية الأولى هتلاقي بقى القزم بقى سواء كان في الطول الوزن بتاعه مش هيبقى الوزن المثالي عدم نمو بالأعضاء التنسلية بالشكل الطبيعي وببعض الأحيان نقص اليود هيسبب إغمان وضح الأعراض الجانبية لنقص الحديد في جسم الإنسان لأعراض الجانبية أو الأثار الجانبية أو أعراض نقصه يعني أنا ممكن أقولها بأكتر من طريقة ممكن أقولك ما هي أهمية عنصر الحديد هتبقى عكس الكلام ده طيب إيه الأعراض الجانبية لو أنا مكلتش الوجبات الغذية اللي بتحتوي على عنصر الحديد أول حاجة حس إن أنا عندي ديق في التنفس مش قادر أخد نفسي بالشكل الصحيح كل ما يجا طلع سلم أو أمشي خطوتين حس إن أنا بنهج كإني بجري مسافات طويلة تاني نقطة شحوب في الوجه واللسى والأظافر هتلاقي واحد كده يقولك إيه أنت وشك أصفر كده ليه؟ هتلاقي علامة بيضة على الأظافر بتاعتك هتلاقي ضعف في اللسى والأسنان بتتقصر بسرعة بتقع وغيرها وطبعا لسى والأسنان كمان له علاقة بعنصر الكاليسيون بدرجة كبيرة عدم القدرة على القيام بالعمل بالطريقة كويسة أو بقل مجهود مش هتقدر تبزل أي مجهود لما ينصر أي عنصر يقل من جسمك هيقل من كفاقتك في أداء العمل هتصاب بالأنيميا والضعف العين في الجسد وبالذات الأنيميا لازم أخلي بالي منها كويس جدا لازم كل فترة أعمل كل ستة شهور على الأقل فحص شامل وبالذات على عنصر الأنيميا والكاليسيون علشان دول لو قاله ممكن لقدر الله يوصله لحالة المرض الشديد أو يوصله لحالة الوفاء طب لأنا قلت لك أذكر أهمية الحديث والحصول عليه في جسم الإنسان هتقول لي هيشعر الشخص ده بنظارة الوجه هتلاقي قوة ومتانة في الأظافر بتاعته اللسم مكتملة بشكل طبيعي هيقدر يبزل المجهود الكويس هيقدر يتم عمله بالشكل السليم طبعا هيبقى شخص سليم من النواحي البدنية والجسمية ماذا يحدث في حالة نقص الكاليسيون في جسم الإنسان ايه اللي يحصل لو انت جسمك ماخدشي الألبان ومنتجات الألبان كلها واللبن بالطريقة السليمة أو بالشكل الطبيعي والمعتاد ايه اللي يحصل أول حاجة هشاشة في العظام وخاصة بقى لو حضرتك من النوع اللي بيحب المشروبات الغذائية بشكل كبير هتلاقي عندك ضعف في العضلات هشاشة في العظام، مياه تحت الجلد كل ده بيقل بسبب عنصر الكاليسيون تاني حاجة كسور من أقل خبطة لو عديت جنب باب هتصاب بأي مرض هتلاقي إيدك بتتخبط هتلاقي المرض خلاص سيطر عليك الحد من نموت طبيعي للجسم مش هتمه بالشكل الطبيعي ضعف العضلات وتسوس الأسنان أين يوجد فيتامين ألف؟ فيتامين ألف قلنا بيبقى موجود في الكبدة موجود في صفار البيض موجود في الفواكه، خد صوائق والخضروات بكل أنواع صفرة، خضرة، حمرة موجود في اللبن اللبن الوكامل الدسم موجود في الدهون الحيوانية والنباتية قلنا الفرق بين الدهون الحيوانية والدهون النباتية قلنا الدهون النباتية زي إيه؟ اللي بتيجي من قص النباتي زي زيت الزتون، زي زيت النخيل، زي زيت عباد الشمس زي زيود بتاعة القل اما الدهون الحيوانية اللي بتيجي من اصل حيواني زي ايه زي القشطة زي الزبدة وغيرها وبكده نكون اتعرفنا عن الاربع ابواب خدنا فيهم شكل الاسئلة بطريقة او اخرى مختلفة ما بين اكمل ما بين صح وغلط ما بين اختر من بين القوسين ماذا يحدث اذكر اعراض ناقص الاسئلة المقالية بتاعتنا وضح بالشرح اذكر ما تعرفه عن او اذكر بس او المقارنة لازم اعرفها بالشكل السليم وفي نهاية حلقتنا لهذا اليوم نكون وصلنا لنهاية الحلقة تعرفنا فيها على كل المعلومات الاساسية اللي وصلت لنا عن طريق الوزارة عرفناها لكم في برامج تلفزيون موجودة على اليوتيوب اتمنى لكل ابنائي وبناتي طلبة التعليم الفني الفندوقي التوفيق والنجاح والمزيد من التقدم منتظر اي سؤال على موقعنا على اليوتيوب قطاع التعليم الفني وشكرا وإلى اللقاء في حلقة قادمة ان شاء الله اشتركوا في القناة